بعد هذه الجولة الفنية عبر الربوع جبال وسفوح الأطلس دعونا الآن نصل معكم إلى فقرة مفاجئة ومفاجئة وهي تكريم شخصية وطنية ودولية سجلت اسم المغرب وحفرت اسمه في أولمبياد باريس البطل سفيان البقالي ويكرمه باسم المدينة والإقليم عامل صاحب الجلالة على إقليم إفران مرفوقا بنائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس رئيس المجلس الإقليمي إفران ورئيس المجلس البلدي فتسفيقات حرة تسفيقاتكم على البطل الذي شرف المغرب كل المغاربة يشجعونه يحبونه ومعه الوالد المحترم هكذا يرؤم المغربية الحاضرة دائما مع أبنائها بعد ملحمة كأس العالم في قطر ها هي ملحمة الأولمبياد باريس وعبر تكريمنا لسفيان البقالي نكرم أمه وكل الأمهات المغربيات أنبراز أخثار نيدران العز إثمازيرت المغرب أنبراز نيسبورزن ثمازيرت النس قل أولمبياد باريس الفين وربعة وشرين أنبراز نديوين العيلانس غرسك ذذاذ نيفران نتواجين سلمون سبن عيد العرش توراة الملك والشعب أباريق إرغان خفون براز سفيان بقالي ويقدم السيد العامل عامل عمالة إفران مفتاح المدينة تكريما له وشكرا له وامتنانا له على الصورة الجميلة التي قدمها له ولإفران إفران المدينة التي طالما احتضنت كل أبطال ألعاب القوى المغربية الأبطال الذين شرفون منذ سنة الف وتسعمائة وربعة وثمانين ترزيفت نون براز سفيان البقالي هذا سيوش العامل انتمدينت نفران يشاس تساروت انتمدينت أيوز الناس خفوينيغا قل أولمبياد الباريز إذن هنيئا لسفيان البقالي بهذا التكريم وهنيئا لنا جميعا به بأمه وبإنجازاته التي جعلتنا نفتخر ونعتز أننا مغاربة ترزيفت نون براز النخا سفيان ترزيفت نون براز النخا سيوش العامل بدل الدينة هذه وكنشكرا لأخذ السيد عامل ونزل منطقة دي المدينة إفران على استقبال وحفوة الاستقبال مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى وصارة ممتعة شكرا صحيت صحيت أطاس بلال تنميرتنك شكرا لك جزيلا شكرا شكرا